السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه القراءة الصوتية المتواصلة لرواية الإخوة كاراما زوف للرواي الروسي الشهير فيودور دستويفسكي الجزء الأول الباب الثالث الشهوانيون الفصل الخامس الفصل الخامس اعتراف قلب حار والقدمان في الفضاء قال أليوشا الآن عرفت الجزء الأول من هذه المسألة تفهم الجزء الأول وهو دراما مثلت في مدينة أخرى أما الجزء الثاني فهو مأساة ستجري أحداثها هنا قال أليوشا لم أفهم حتى الآن شيئا من هذا الجزء الثاني وهل تظن أنني أنا نفسي أفهم شيئا منه لحظة يا ديمتري هناك عنصر أساسي قل لي أنت خطيبها أليس كذلك وما زلت خطيبها لم أخطبها فورا وإنما خطبتها بعد الحادث بثلاثة أشهر قلت لنفسي غدات ذلك اليوم إن كل شيء قد انتهى وإنه لن يكون لما وقع تتمه فإن مضيت أخطبها كان ذلك حطة وصغارة وهي من جهتها لم تحرك ساكنا طوال الأسابيع الستة التي قضتها في المدينة بعد ذلك ولا أشعرتني بوجودها اللهم إلا مرة واحدة في الواقع في اليوم الذي أعقب زيارتها جاءتني خادمتها وأعطتني حزمة دون أن تنطق بكلمة واحدة قرأت على الحزمة عنواني وفضت الحزمة قرأت على الحزمة عنواني وفضت الحزمة فوجدت فيها بقية الخمسة آلاف روبل لقد كانت في حاجة إلى أربعة آلاف وخمسمائة فقط فباعت السند بخسارة قدرها أكتر من مائتي روبل ثم أرسلت إلي الباقي وهو مائتان وستون روبلا فيما أظن ولكنني لا أتذكر مقدار المبلغ تذكرا واضحا لم يكن في الحزمة إلا المال لم يكن فيه كلمة شرح واحدة بحثت داخل الحزمة عن أي إشارة ولو بالقلم الرصاص فلم أظفر بشيء ما العمل إن دفعت أله وأقصف مزيدا من اللهو والقصف وبلغت من ذلك حدا إذ طر معه الرائد الجديد أن يقرعني تقريعا شديدا أما المقدم فقد رد أموال الدولة كاملة لا تنقص كوبيكا واحدة فدهش الجميع الناس لأنهم كانوا مقتنعين بأنه بدد هذا المبلغ وما لبث بعد أن رد المال أن مرض فلازم الفراشه وظل راقدا حوالي ثلاثة أسابيع ثم أصيب بضمور دماغي على حين بغتة فمات بعد خمسة أيام وقد شيعت جنازته تشيعا عسكريا لأن وقته لم يكن قد اتسع لتقديم الاستقالة التي طلب إليه أن يقدمها وسافرت كاترينا إبانوذنا إلى موسكو بعد دفن أبيها بعشرة أيام تصحبها أختها وخالتها وفي تلك اللحظة فقط أنا ما رأيتهن ولا ودعتهن في المحطة إنما تلقيت بطاقة صغيرة من ورق أزرق وورق الرسائل الأنيق للحافة المخرمة الجميلة وقد كتب على البطاقة سطر واحد بالقلم الرصاص سأكتب إليك انتظر رسالة كاترينا ذلك كل شيء سأسرد لك التتم مقتضبا في موسكو تغير حالهن بين عشية وضحاها تغيرا مفاجئا لا يعرف المرء له مثيلا إلا في الحكايات العربية لقد فقدت قريبتها الجنرالة ابنتي أختها على حين فجأة وهما أقرب ورطتها إليها فقدتهما مصابتين بالجدر الذي خطف الأولى ثم خطف الثانية بعد أيام قليلة فاهتزت الجنرالة اهتزازا عميقا بهذا المصاب فاحتضنتها كاترينا وفرحت برؤيتها كأنها ابنتها وأصبحت كاترينا نجمتها الهادية إنها الأمن والسلام في وحدتها الموحشة استولت الجنرالة على كاترينا وسرعان ما كتبت وصية جديدة لمصلحتها على أن الوصية تخص المستقبل أما الآن فقد وهبت لها ثمانين ألف روبل أعطتها إياها بغير إبطاء بحجة أن هذا المبلغ مهر لها من أجل أن تستطيع التصرف فيه على ما يشاء لها هواها كانت الجنرالة امرأة هستيرية وقد أتيح لي أن ألاحظها بعد ذلك في موسكو في ذاتي يوم وتلقيت ببريد أربعة آلاف وخمسة مئة روبل فاستغربت طبعا وعقدت الدهشة لساني وبعد تلقي المال بثلاثة أيام وصلتني الرسالة الموعودة إن الرسالة معي الآن فأنا أحملها دائما وسأحتفظ بها حتى الممات هل تريد أن ترى الرسالة؟ اقرأها إنني أحرس على أن تقرأها حتما إن كاترينا إيفانوفنا تعرض علي في هذه الرسالة أن تصبح خطيبتي تعرض علي هذا بنفسها كتبت تقول ما معناه إنني أشعر نحوك بحب لا حدود له ليكن أنك لا تحبني لا يهم كل ما أطلبه منك هو أن توافق على أن تتزوجني لا تخشى شيئا فإنني لن أزعدك ولن أكون إلا قطعة أثاث في منزلك لن أكون إلا السجادة التي سوف تمشي عليها إنني أريد أن أحبك إلى الأبد إنني أتمنى لو أنقذك من نفسك لا أستحق يا اليوشة أن أكرر هذه السطور التي كتبتها لي لا أستحق أن أرددها بألفاظ القذرة بهذه النبر الحقيرة التي لازمتني طوال حياتي والتي لم أستطع التخلص منها في يوم من الأيام لقد حطمت تلك الرسالة قلبي فما يزال ينزف بتأثيرها حتى الآن أتظن أنني مرح النفس في هذه الأيام وأن وضعي لا يعذبني عذابا شديدا ولقد أسرعت أجيبها لأنني كنت لا أستطيع أن أسافر إلى موسكو فورا كاتبا لها من خلال الدموع غير أن هناك شيئا سأظل أشعر منه بالخزي والعار ما حييت لقد ذكرت في رسالة التي بعدت بها إليها أنها أصبحت تملك الآن ثروة طائلة وأن لها بائنا ضخمة أما أنا فلست إلا ضابطا شحاذا نعم لقد كلمتها عن المال كلمتها عهي عن المال كان ينبغي لأن أقبل هذا التفاوت بيني وبينها صامتة ولكن هذا الكلام قد أفلت مني رغم أنفي وكتبت في الوقت نفسه إلى إيفان الذي كان يومئذ بموسكو أردت عليه الموقف عرضا دقيقا في حدود الإمكان ضمت الرسالة ست صفحات وكلفت إيفان أن يذهب إليها لماذا تنظر إلي هكذا؟ ما بالك تحملق هذه الحملقة؟ نعم لقد وقع إيفان في حبها وما يزال يحبها أنا أعرف ذلك في رأيكم أنتم في رأي الناس أنني ارتكبت بهذه حماقة كبرى ولكن من الممكن أن تكون الحماقة هي الآن سبيلنا الوحيد إلى الخلاص جميعا ألست ترى مدى ما تكنه له من تقدير؟ بل وما تحمله له من احترام؟ كيف يكون في وسعها إذا هي وازنت بيني وبينه؟ أن تحب رجلا مثلي ولا سيام بعد كل ما حدث هنا؟ أما أنا فأعتقد أنها لا تستطيع أن تحب إلا رجلا مثلك أنت لا مثله هو؟ هي؟ لا لا إنها لا تحبني أنا وإنما تحب نبل نفسها وشهامة روحها ذلك ما أفلت من لسان ديمتري فيضروفيش مع شيء يشبه أن يكون كرهة ثم سرعان ما أخذ يضحك ولكن عينيه سطعت بعد بضع ثوان واحمر وجهه وضرب المائدة بخبضة يده ضربة عنيفة وصح يقول بغضب رهيب رهيب على نفسه غضب رهيب لكنه صادق أحلف لك يا آليوشا صدق أو لا تصدق أحلف لك صادقا صدق وجود الله وصدق أن يسوع المسيح ربنا أحلف لك أنني مهما أكون قد سخرت منذ لحظة بعواطفها الرفيعة أعلم حق العلم أن نفسي لا تعدل جزءا من مليون جزء من نفسها وأن لها من صدق ونبل القلب ما لا ينعم به إلا ملاك من ملائكة السماء وأن يقيني من هذا هو بعينه مأساتي كلها أي ضير في أن يحب الإنسان العبارات الجميلة وأن يشوب أطهر اندفاعاته شيء من تمثيل ألست أستعمل أنا عبارات مصطنعة ومع ذلك فأنا صادق صادق تماما أما إيفان فإنني أتخيل أنه في هذه الساعة يلعن الطبيعة ولا شك يلعن الطبيعة هو الرجل الدكي ذلك الذكاء كله من الذي تفضله المرأة؟ إنها تخص بإيثارها الإنسان النذل الذي برهن هنا وهو خاطب يعرفه الجميع ألا عجزه عن أن يتحكم بميله إلى الدعارة والفجور وفي حضور خطيبته هل تفهم؟ نعم فهذا الرجل هو الذي هو أنا يؤثره أما الآخر فيبعد ولماذا ذلك كله؟ لأن الفتاة من الفتيات تريد سياقا لنبلها أن تتحدى قدرها وأن تقهر سعادتها سخف أنا طبعا لم أطلع إيفان على خواطر هذه في يوم من الأيام ولا هو اعترف أي اعتراف أو أشار أي إشارة حول هذا الأمر ولكن يجب أن ينال كل واحد منا نصيبه فأما الأفضل فيحتل المكان الذي يستحقه وأما الآخر الذي لا يستحق ذلك المكان فيغوص في الأزقة المظلمة القدرة إن هذا الآخر سيجد له مأوى في الأزقة الموبوئة العفنة التي يحبها والتي تستهويه وتجذبه إليها والتي يشعر فيها أنه في بيته ليهلك هناك في الحقارة المقززة راضيا متلددا إنني أسترسل الآن في عبارة جوفاء وأقول ألفاظا بالي أجمعها من هنا وهناك ولكن الأمور ستجري هذا المجرى الذي أصفه سأخطس أنا في الأزقة وستتزوج هي إيفان قاطعه أليوشا مرة أخرى وقد اضطربت نفسه اضطرابا شديدا لحظة يا أخي هناك نقطة لم تشرحها لي مع ذلك حتى الآن إنك خطيبها أليس كذلك؟ أنت خطيبها رغم كل شيء فكيف يخطر ببالك والحالة هذه أن تقسم خطبتك إذا كانت هي خطيبتك لا تريد ذلك؟ أنا خطيبها هذا صحيح وقد احتفلنا بخطوبتنا وفقا لجميع القواعد المقررة ولننا جميع المباركات المألوف المعهودة تم ذلك فور وصولي إلى موسكو وعلى أفضل صورة في كثير من الأبهة والأيقونات وقد باركتنا الجنرالة حتى لقد هنأت كاتيا هل تصدق ذلك؟ هنأتها قائلة لها أحسنت الإختيار يا بنيتي إنني أرى قرارة نفس هذا الفتى أما إيفان فقد ناصفته العداء هل تتصور؟ ولم ترضى أن تهنئه وقبل أن أترك موسكو جرت بيني وبين كاتيا أحاديث طويلة فكشفت لها عن نفسي بنبل وإخلاص وصفت لها أخلاقي وصفا نقيقا صادقة فكانت تصغي إلى ما أقول بانتباه شديد فكان استحياء وكان الدموع وكان كلام رقيق وذيع وكان كذلك كلام فيه كبرياء وخيالاء وأجبرتني على أن أقطع على نفسي عهدا لأصلحن حالي قطعت لها على نفسي ذلك العهد وها أنت ترى ماذا؟ لقد ناديتك اليوم ودعوتك أن تجأ إلى هنا في هذا النهار تذكر التاريخ من أجل أن أوفدك قبل حولي المساء إلى كاترينة إيفانوغن فتبلغها أبلغها ماذا؟ إنني لن أذهب إليها بعد اليوم قط وانقل إليها تحية واحترامي أهذا ممكن؟ إن غير الممكن هو أن أذهب إليها بنفسي ولذلك أرسلك إليها بدلا مني فكيف أستطيع أن أقول لها هذا الأمر؟ وما الذي ستفعله بعد ذلك؟ أضيع نفسي في الأزقة إذن هي جروشنكا ستذهب إلى جروشنكا؟ بهذا هاتف أليوشا سائلا بلهجة مرة وهو يضم إعديه إحداهما إلى الأخرى وتابع كلامه أيكون ما قاله ركتين هذا صحيح؟ أعترف لك بأنني قد خطر ببالي أنك قد ترددت عليها لكنني كنت آمل أن تكون قد سئمتها أتردد عليها وأنا خطيب؟ أتظن هذا أن هذا ممكن ومقبول؟ وعلى مرأة ومسمع من جميع الناس؟ ولا سيمة الخطيبة فتاة كتلك الفتاة؟ إن لي شيئا من شرف رغم كل شيء صحيح منذ اللحظة التي بدأت أختلف فيها إلى جروشنكا قد فقدت صفة الخطيب وفقدت صفة الإنسان الشريف ذلك أمر أفهمه كل الفهم ما بالك تنظر إلي هكذا؟ اعلم أنني حين ذهبت إليها أول مرة إنما ذهبت إليها لغرد واحد هو أن أضربها كنت أعلم وأعلم الآن علم اليقين أن ذلك الضابط الذي يكلفه أبي بقضاء عمال له قد أعطى جروشنكا سندا ممهورا بإمضائي للطالب بملاحقة فتضطرني بهذه الوسيلة أن أنسحب لقد أراد تخويفي لذلك قررت أن أضربها وكنت رأيتها مرة من بعيد فلم تحدث في نفسي آثرا لأول وهلة وكنت أعرف وجود صاحبها صاحبها لدى التاجر العجوز الذي هو الآن مريض راقد في فراشه قد بارحته قواءه ولكنه سيترك لها مع ذلك بعد موته كنزا كبيرا وكنت أعلم أيضا أنها تحب المال حبا عظيما وتحاول أن تربح المزيد منه بالإقراض بربا الفاحش لا يعرف الشفقة ولا الرحمة هذه الوغدة الحادة الحقيرة فذهبت إليها لأضربها فإذا أنا أأخذ بها كان الأمر صاعقة أو طعنة أو ما شئت فسمه ولكنني قد أصبت وما أزل وأنا أعلم أن كل شيء قد انتهى ولن أرى في الحياة بعد اليوم شيئا سواها دارت دورة الزمن هذا هو حالي وقد اتفق عرضا في تلك اللحظة كأنما على عمد وقصد أن كان معي ثلاثة آلاف روبل أنا الذي لست إلا شحاذا فذهبنا معا إلى مكرويه التي تبعد عن هنا مسافة 25 فرسخا فاستدعيت هناك عدرا رجالا ونساء وفتحت زجاجات شامبانيا فأخذت أسقي جميع الفلاحين وجميع الفلاحات وجميع البنات أسقي بسخاء بوفرح كنت لا أحسب ما أنفق من مال فالألف يذهب وراء الألف فما هي إلا ثلاثة أيام حتى خلى وفادي لم يبقى معي شيء حتى خلى وفادي فلم يبقى معي شيء فهل تظن أنني قد وصلت معها إلى شيء أبدا لم أنا منها شيئا ألبتتا لم ترني جسدها حتى عن بعد إن في جسمها نوعا من إن في جسمها نوعا من تثن لن أقول لك إلا هذا تراه في الساق أيضا وتراه حتى في الأصبع الصغير من قدمها اليسرى لقد رأيت الأصبع وقبلته ولكن ذلك كان كل شيء أحلف لك كانت تقول لي سأتزوجك إذا شئت رغم فقرك عدني بأن لا تضربني وبأن تدع لي أن أفعل في المستقبل ما يحلو لي فربما قبلت عندئذ أن أصبح زوجتك كانت تقول ذلك ضحكة وهي ما تزال تضحك إلى الآن نهض ديمتري فيدروفيتش على حين فجأة وقد بدى عليه نوع من غضب مسعور أصبح كالسكراني دفعة واحدة احتقنت عيناه دمى وهل تريد أنت حقا أن تتزوجها؟ إذا وافقت تزوجتها فورا وإذا رفضت بقيت إلى جانبها ولو كناسا في فناء بيتها هل تعلم أنت؟ توقف ديمتري فيدروفيتش فجأة أمام أليوشا فأمسكه من كتفيه وأخذ يهزه بكل ما أوتي من قوة هل تعلم؟ أيها الطفل البريء هل تعلم أن هذا كله ليس إلا هذيانا؟ ليس إلا كلاما يدل على جنون وأن الأمر في الواقع أمر مأساه اسمح يا أليوشا قد أكون أحيانا رجلا دنيئا منحطا تستبد به رغبات حقيرة وتضيعه شهوات سافلة أما أن أكون لصا لصا صغيرا يسرق من جيوب السترات في المداخل فذلك ما لن يكونه ديمتري كامارا كارمازوف أبدا ألا فأعلم إذن أنني لص صغير يسرق المال من المداخل ومن الجيوب في ذلك الصباح الذي ذهبت فيه إلى جروشنكا لأضربها كانت كاترينا إيفانوفنا قد استدعتني إلى منزلها سرا وكلفتني راجية أن أنفذ طلبها في الخفاء فما يعلم به أحد أن أذهب إلى مركز الإقليمي فأرسل هناك بالبريد ثلاثة آلاف روبل إلى أختها عقافيا إيفانوفنا بموسكو ذلك أنه كان يجب أن لا يطلع أحد من سكان مدينتنا على هذا الأمر فهذه الثلاثة آلاف روبل هي التي كانت في جيبي حين ذهبت إلى جروشنكا وبهذه الثلاثة آلاف روبل إنما مضيت أنا وجروشنكا إلى مكروه ولقد تظاهرت بعد ذلك بأنني ذهبت إلى مركز الإقليم ولكنني لم أسلم كاترينا إيفانوفنا إيسال البريد وإنما أكدت لها أنني أرسلت المال ووعدتها بأن آتيها بالإيصال في يوم آخر ولم أعطها الإيصال طبعا حتى هذه الساعة متعللا بالنسيان فتخيل الآن أنك ذهبت إليها اليوم فنقلت إليها تحياتي واحترامي فسألتك والمال فعندئذ تقول لها إنه شهواني وضيع ومخلوق حقير يستسلم لأهوائه إنه لم يرسل نقودك أنداك بل بددها لأنه لم يستطع أن يكبح نفسه كالحيوان ولكن كان بوسعك أن تضيف ولكنه ليس لسا مع ذلك هذه هي نقودك الثلاثة آلاف يردها إليك فلترسلها بنفسك إلى أغافيا إيفانوفنا أما هو فهو يبلغك تحياته فما عساك قائلا لها اليوم إذا سألتك والمال أنت شقي يا ميتيا هذا أكيد ولكن لا تبالغ إن البلية أهوى مما تظن إن البلية أهوى مما تظن لا تدع لليأس أن يسعقك لا تدع لنفسك أن تتحطم هذا التحطم أتركت تظن أنني سأنتحر لأنني لن أستطيع أن أجد ثلاثة آلاف روبيل أردها إليها ألا إن البلية بعينها هي أنني لن أنتحر فلست أملك من القوة ما يمكنني من الانتحار الآن قد أفعله في المستقبل أما الآن فإنني ذاهب إلى جروشنكا وليكن ما يكون وما الذي ستفعله عندها أصبح زوجها أنال هذا الشرف فإذا جاء عاشقها يزورها انسحبت إلى الغرفة المجاورة وسأنظف أحدية أصدقائها وسأغلي الماء في السماور وأكون صبيا عندها قال أليوشا فجأة بصوت رهيب إن كاترينا إبانوفنا ستفهم كل شيء ستفهم مدى شقائك وستغفر لك إنها لها ذكاء فذة لا يمكن أن يكون أحد أشقى منك وستدرك فيها هي هذا فأجابه ميتيا يقول مكشرا لن تغفر لي قط هناك يا أخي أشياء لا يمكن أن تقبلها أي امرأة هل تعرف ما هو أفضل شيء يجب أن نعمله ماذا أن نرد إليها الثلاثة آلاف روبل ولكن من أين اسمع إنني أملك ألفي روبل ولا شك أن إبان سيعطي ألفا آخر فسيكون المجموع ثلاثة آلاف خذها وردها إليها ولكن متى تصبح هذه الآلاف الثلاثة في جيبك إنك ما زلت إلى الآن قاصرة ولا بد حتما أن تذهب إليها موفدا مني في هذا اليوم نفسه بالمال أو بدون المال لأنني لا أستطيع أن أماطل أكثر من ذلك لقد بلغت الأمور حدا لا يمكن معه التأجيل في غد سيكون الأوان قد فات سيكون قد فات سوف أرسلك إلى أبينا إلى أبينا نعم تذهب إليه قبل أن تذهب إليها وتطلب منه هذه الثلاثة آلاف روبل ما هذا الكلام يا ميتيا إنه لن يعطيك المبلغ بحال من الأحوال أقدر ذلك هل تعلم يا آليوشا ما هو اليأس أعلم فاسمع إذن إنني أعلم أن أبانا ليس مدينة لي بشيء من الناحية القانونية فقد أخذت حقوق كاملة ولكنه مدين لي من الناحية الأخلاقية أليس كذلك؟ لقد شق طريقه في الحياة بمبلغ الثمانية والعشرين ألف روبل التي خلفتها أمي فجانا من استثمار هذا المبلغ مئة ألف روبل فليعتني من هذه الثمانية والعشرين ألفا ثلاثة آلاف فقط فينقذ روحي من هذا الجحيم وتغفر له بذلك خطايا كثيرة في مقابل ذلك وأقسم لك يمينا وأقسم لك يمينا أنني سأختفي متى ملكت هذه الثلاثة آلاف روبل فما يرى وجهي بعدئذ ولا يسمع عني هذه آخر فرصة أتيحها له لتصرف تصرف أب قل له إن الله نفسه هو الذي يهب له هذه الفرصة أوهن ميتيا إنه لن يعطيك المبلغ بحال من الأحوال أعلم أنه سيرفض أن يعطي المبلغ أنا من الذين على يقين مطلق أنا من ذلك على يقين مطلق اليوم أكثر من أي وقت مضى بل إنني أعلم شيئا آخر أيضا لقد أدرك منذ زمن قصير جدا في الأيام الأخيرة ربما أمس فقط ولأول مرة أدرك فعلا لاحظ كلمة فعلا لاحظ كلمة فعلا هذه أن غروشنكا لا تمزح لا تهزل وأنها قد تريد أن تتزوجني حقا إنه يعرف طبعها إنه يعرف أي قطة هي فهل يمكن علاوة على ذلك أن يعطيني مالا ليمهد سبيلا لهذه الفرصة؟ بينما هو مجنون بهاه يا ما وليس هذا كل شيء فسأقول لك المزيد أنا أعلم أنه منذ خمسة أيام قد سحب من البنك ثلاثة آلاف روبل وأبدلها أوراق النقد من ذات المئة روبل فوضع في حزمة كبيرة مختومة وربط الحزمة بشريط أحمر متصالب في الاتجاهين ها أنت ذا تلاحظ أنني مطلع على أدق التفاصيل وقد كتب على الحزمة هذه العبارة إلى ملاكي غروشنكا إذا هي رضية أن تجيء كتب هذه العبارة بخط يده في كثير من العناية وفعل ذلك كله سرا في الخفع فما من أحد يخطر بباله أن هذا المبلغ يوجد الآن عنده ما من أحد يعرف هذا الأمر إلا الخادم سيمير دياكوف الذي يثق به ثقته بنفسه وهو الآن ينتظر مجيء غروشنكا منذ ثلاثة أيام أو أربعة آملا أن يجتذبها هذا المبلغ لقد أبلغها أنه يضع هذا المبلغ تحت تصرفها فأجابته بأنها قد تعزم أمرها ولكن إذا ذهبت إلى العجوز فكيف إذا ذهبت إلى العجوز فكيف أستطيع أن أتزوجها بعد ذلك فهل أدركت الآن لماذا أختبئ في هذا المكان المترقبة وما الذي أترصده أتترصدها هي نعم إن هاتين العجوزين الشمطاوين صاحبتي المنزل قد أجرت فوما غرفة من بيتهم الصغير فوما هذا رجل قد أجرت فوما إن هاتين العجوزين الشمطاوين صاحبتي المنزل قد أجرت فوما غرفة من بيتهم الصغير فوما هذا رجل من مدينتنا كان قد خدم جنديا وهو لهم الآن بمثابة خادم وحارس في الليل إنه في النهار يمضي إلى صيد ديوك الغابة فيجني من ذلك بعد الرزق وأنا الآن مقيم عند فوما هذا فلا هو ولا العجوزتان يعرفون السر أو يخطروا ببالهما أنني هنا أترقب أترصد هل سمير دياكوف وحده مطلع على الأمر وحده ثم إنه سيبلغني مجيئها بإشارة سريعة إذا هي جاءت إلى العجوز أهو الذي حدثك عن تلك الحزمة نعم في الخفاء وإيفان نفسه لا يعرف شيئا عن المال وعن بقية الأمر لقد قرر العجوز أن يرسل إلى إيفان أن يرسل إيفان إلى تشيرماشنيا يومين أو ثلاثة لقد جاء إليه أحد المشترين يعبد عليه قطع أخشاب بمبلغ ثمانية آلاف روبل فألح العجوز على إيفان قائلا له اذهب إلى هناك نيابة عني قدم لي هذه الخدمة وإنما يهدف العجوز إلى أن لا يكون حاضرا حين تجيء غروشنكا أهو ينتظر إذن أن تجيء إليه غروشنكا اليوم كما انتظر في الأيام الماضية لا لن تجيء إليه اليوم هناك قرائن تثبت لذلك لن تجيء اليوم حتما كذلك صاح ميتيا فجأة وهذا رأي سيمير دياكوف أيضا ولا بد أن يكون الأب جالسا الآن إلى المائدة يسكر وإلى جانبه أخونا إيفان اذهب إليه يا أليكسي واطلب منه هذه الآلاف الثلاثة ميتيا عزيزي ماذا دهاك بهذا صاح أليوشا وهو ينهض فجأة وتفرص في ديمتري فيدروفيتش الذي أصبح خروجه من طوره واضحة حتى لقد خطر ببالي أليوشا أن أخاه قد جن قال ديمتري فيدروفيتش ببطء فيما يشبه الأبهة والجلال وهو يحدق إلى أخيه هادئا اطمئن ما زلت أملك عقلي كاملا إنني أعرف ما الذي أعمله حين أرسلك إلى أبينا إنني أعتقد بحدوتي معجزة 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 إلهية إن الله يعرف ما بقلبي ويعلم آماءنا فيه من يأس إنه يرى ما يجري هنا فلن يرضى أنواتق من هذا لن يرضى أن يتم هذا الأمر الفضيع إنني أؤمن بالمجزة يا أليوشا اذهب إليه سأذهب هل ستنتظرني هنا؟ سأنتظر أنا أعلم أن الأمر سيستغرق زمنا وأنك لن تستطيع أن تنجح في مهمتك فورا وأنه لن يكفي أن تذهب إليه فتقول له هأنا ذا هاتي المال لابد أنه في هذه اللحظة سكران سأنتظر ما وجب الانتظار سأنتظر ثلاث ساعات أربعا خمسا أبل سبعا بل إذا لزم واعلم مع ذلك أن عليك أن تذهب في هذا اليوم نفسه ولو في منتصف الليل أن تذهب إلى كاترينا إيفانوفنا بمال أو بغير مال لتقول لها كلفني بأن أنقل إليك تحياته إنني أحرص حرصا مطلقا على أن تقول لها هذه العبارة كلفني بأن أنقل لك تحياته ميت يا فماذا لو جاءت غروشنكا غدا أو بعد غد؟ هذا إذا لم تجي اليوم غروشنكا سأترصدها ثم أسرع إلى منذ العجوز فأحول دون الأمر مهما يكون الثمن فإذا حدث رغم كل شيء أن إذا حدث عند إيد سأقتل لن أطيق الاحتمال من تقتل؟ أقتل العجوز أما هي فلن أقتلها أخي أخي ما هذا الكلام الذي تقوله؟ لا أدري أصبحت لا أدري قد لا أقتل ولكن قد أقتل أخشى أن لا أطيق رؤية وجهه القدر الكريه في تلك اللحظة إنني أكره جوزة عنقه أكره أنفه أكره عينيه أكره ضحكته الصغير الوقحة إنه يوقض فيي لشمئزازا جسميا ذلك ما أخشاه خاصة قد لا أستطيع أن أسيطر على نفسي أنا ذاهب إليه يا ميتيا إنني مؤمن بأن الله سيفعل كل شيء حتى لا تقع هذه الفضاعة وسأنتظرك أنا هنا آملا أن تحدث معجزة أما إذا لم تحدث المعجزة فاتجه أليوشا إلى منزل أبيه مطرقا مفكرا سيمير دياكوف الفصل السادس سيمير دياكوف دخل أليوشا على أبيه فوجده ما يزال جالسا إلى المائدة فعلا ولقد قدم الطعام في الصالون كما جرت العادة بذلك رغم أن بالمنزل غرفة طعام الصالون أوسع حجرة في المنزل وقد حرص صاحبه على أن يكون أثاثه قديما من باب الأبهة والعظمة إن الأثاث كله قديم جدا أبيض اللون منجد بقماش عتيق أحمر من حرير وقطن وعلى الجدران بين النوافذ قد صفت مرايا لها أطن مفخمة من طراز بال بيضاء اللون أيضا ولكنها مهذبة ولكنها مذهبة والحيطان المغطاة بالورق الأبيض المتشقق في مواضع كثيرة مزدانة بلوحتين كبيرتين إحداهما صورة أمير من الأمراء كان حاكما للمنطقة قبل أكثر من ثلاثين عاما مضت والثانية صورة أسقف ماته أيضا منذ زمن بعيد جدا وفي الركن الذي يواجه باب المدخل توجد عدة أيقونات تشعل أمامها في المساء مصابيح زيت لا من قبيل التقع بل تظل الغرفة مضاءة أثناء الليل ذلك أن فيوضور بافلوفيتش لا ينام إلا في ساعة متأخرة جدا فهو يأوي إلى فراشه في الثالثة أو الرابعة من الصباح ويقضي وقته قبل ذلك سائرا في الغرفة إلى غير نهاية أو جالسا على مقعد من المقاعد يفكر طويلة لقد أصبح هذا عادة فيه وكان في البعض الأحيان يبقى وحيدا أثناء الليل بعد أن يصرف خدمه إلى المبنى الملحق ولكنه في أكثر الأحيان يحتفظ بخادمه سميرتياكوف الذي ينام في الدهلز على دكه حين دخل أليوش الغرفة كانت وجبة الطعام قد انتهت وجاء بمربى وقهوة إن فيودور بافلوفيتش إن فيودور بافلوفيتش إن فيودور بافلوفيتش يحب أن يصيب شيء من الحلوة الحلوة بعد الغداء أثناء شرب قدح صغير من الكونياك وكان إيفان فيودور بافلوفيتش بجانبه يحتسل قهوة معه وكان الخادمان غريغوري وسميرتياكوف واقفين قرب المائدة وكان يبدو في تصرف السيدين والخادمين على السواء مرح غير مألوف وفرح غير معهود كان فيودور بافلوفيتش يضحك ملآ حنجرته وقد سمع أليوشا منذ وصل الدهليز النبرات الحادة التي تتصف بها هذه الضحكة والتي يعرفها في أبيه حق المعرفة من قبل فاستنتج من هذه النبرات أن أباهما يزالوا بعيدا عن حالة السكر بل هو منشرح المزاج فحسب سرخ فيودور بافلوفيتش يقول ضاججا صاخبا وقد سره فجأة أن يرى أليوشا ها هو دا ها هو دا تعالى معنا اجلس قهوة إنها شراب صيامي وهي ساخنة ولذيدة لا أقدم إليك كونياكا فأنت صائم بل ربما تريد الأفضل أن أعطيك خمرة لذيدة خمرة عظيمة ياسمير دياكوف افتح الخزانة الخمرة على الرف الثاني يمنة إليك المفاتيح هيا أسرع حاول أليوشا أن يرفض شرب الخمرة فقال له أبوه مشرق الوجه متهلل الأسارير على كل حال سيؤتى بها إلينا نحن ما دمت لا تريد أن تشربها بالمناسبة هل تغديت؟ تغديت ولكن هل لي أن أشرب قليلا من قهوة ساخنة؟ بهذا أجاب أليوشا الذي لم يكن قد أكل في الواقع إلا كسرة من خبز وقليلا من شراب الكفاس في مطبخ كبير الرهبان قال الأب مرحى مرحى ألا إنك لفة طيب سوف يشرب قهوة؟ ألا يحسن تسخين القهوة؟ ولكن لا إنها ما تزال تغلي هي قهوة ممتازة هل تعلم؟ لقد أعدها سيمير دياكوب إن صاحب سيمير دياكوب فنان في إعداد القهوة وتحذير أنواع الكوليبياكا وكذلك في طهي حساء السمك هذا حق يجب أن تجيئ إلينا ذات يوم فتذوق حساء السمك هذا ولكن عليك أن تنبئني بمشيئك سلفاً صحيح؟ نسيت؟ ألم أمرك في هذا الصرف أن تترك الدير مع وسادتك وفراشك وأن تعود إلى المنزل نهائياً؟ ألأتيت بفراشك؟ أجابه أليوشا وهو يضحك أيضاً لا لم أتي به لقد أخفتك في الصباح لقد روعتك أليس كذلك؟ يا طائر الصغير أنت تعلم أنني لا أستطيع أن أدخل الحزن أدخل الحزن إلى قلبك إيفان إيفان إنني لا أشعر باضطراب شديد حين ينظر إلى عيني هذه النظرة ضحكاً إن أحشاء لا تأخذ تتحرك عندئذ ذلك أنني أحبه هذا الفتى اقترب يا أليوشا فإنني أريد أن أمنحك بركة الأبوية نهض أليوشا ولكن أباه كان قد عدل عن رأيه فقال له لا بل حسب اليوم أن أرسم عليك إشارة الصليب هكذا اجلس هنا سوف تتسلى الآن وذلك بس تدي مسألة مألوفة عندك سوف تضحك يا عزيزي تخيل أن حمارة بالعام قد أخذت تتكلم هي تتكلم الآن تتكلم وما أفصحها ولم تكن حمارة بالعام التي يعنيها الأب إلا الخادم سمرد ياكوف إن سمرد ياكوف وهو شاب لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره كان يبدو شديد التوحش دائم الصمد ليس لأنه خجول فهو في الواقع متكبر حتى لا يظهر عليه أنه يحتقل جميع الناس ولا بد أن نقولها في هذه المناسبة إن مارفا إكتاء إغناتيفنا وغريغوري فاسيليفيتش هم الذين تولي تربيته ولكنه قد شب على نكران الجميل كما كان يقول غريغوري عنه صبيا متوحشا ينظر إلى جميع الناس نظرة شزراء كان أثناء طفولته يجد لدة كبيرة في أن يشنق قطة ثم يدفنها بعد ذلك محتفلا بدفنها احتفالا كبيرا فهو تدثر في هذه المناسبات ببطانية يتخذها بمثابة جبة كاهنة ويخدو رتل بعض الصلاوات محركا يديه فوق جدة القطة كمن يحمل مبخارة وكان يسترسل في هذه اللعبة في خلوة دامة وخفاء كامل فلما فاجأه غريغوري في ذات يوم يمارس هذه الرياضة عاقبه بالصيات معاقبة شديدة فانزو الصبي يومئذ في ركن من الأركام وصل معاً الكلام أسبوعاً برمته كان غريغوري يقول لمرتا إغناتيفنا إن هذا الصبي الشد لا يحبنا كلينا وهو لا يحب أحداً على كل حال ثم يضيفه ويلتفت فجأة إلى السمر دياكوف أأنت كائن إنساني؟ ما أنت بإنسان لقد نشأت من رطوبة الحمامات هذا أنت لم يغفر سمر دياكوف لغريغوري تلك الأقوال في يوم من الأيام كما اتضح ذلك فيما بعد ولقد علمه غريغوري القراءة فلما تجاوز الصبي السنة الثانية عشر من عمره أراد غريغوري أن يعلمه التاريخ المقدس ولكن هذه المحاولة قد باءت بالفجل ففي ذات يوم أثناء الدرس الثاني أو الثالث أخذ الصبي يضحك على حين فجأة سأله غريغوري وهو يرشقه بنظرة قاسية من وراء نظارتيه ما بك؟ لا شيء إن الرب قد خلق الضياء في اليوم الأول وفي اليوم الرابع خلق الشمس والقمر والنجوم من أين جاء الضياء إذن في اليوم الأول؟ بوهد غريغوري لحدة وكان الصبي ينظر إلى معلمه نظرة ساخرة حتى لقد كانت عيناه تعبران عن استعلاء فلم يستطع غريغوري أن يكذم غيظه فإذا هو يلطم تلميده على وجهه لطمة قوية وهو يقول له صائحا من أين؟ من هنا؟ تلقى الصبي الصفعة دون أن يقول كلمة واحدة ولكنه حزن وأمسك عن الكلام مرة أخرى بضعة أيام بعد ذلك الحادث بأسبوع إنما وقعت له أول نوبة من نوبات الصرع وهو المرض الذي لم يبارحه بعد ذلك طوال حياته فلما علم فيودر بافلوفيتش بالأمر تبدل موقفه من الفتى تبدلا كاملا بعد أن كان حتى ذلك الحين لا يعبأ به ولا يكترث له رغم أنه لم يقرعه في يوم من الأيام حتى لقد كان ينفحه كوبيكا كلما لقيه وكان يتفق له في حالات الكرم والطيبة التي يمر بها أن يرسل إلى الصبي من مائدته بعض الحلوى ولكن فيودر بافلوفيتش بعد أن عرف أعرف بمرضه أخذ يهتم به اهتماما جدا حتى لقد استدعى طبيبا وأراد أن يعالجه غير أن المرض استعصى على الشفاء واتضح أنه لا برء منها كانت نوبات الصرع تواف الصبي مرة في الشهر وسطيا على تفاوت في طول المدة واختلاف في قوة النوبة فالنوبة خفيفة طارة خطيرة كل الخطورة طارة أخرى وقد حضر فيودور بافلوفيتش على جريغوري وقد حضر فيودور بافلوفيتش على جريغوري أن ينزل في الصبي عقوبات جسمية حضرا صالما وسمح للصبي أن يأتي إليه من حين إلى حين كما عارض في تعليم الصبي أي شيء خلال تلك الفترة ومع ذلك حدث في ذات يوم أن فاجأ فيودور بافلوفيتش الفتى الذي أصبح مراهقا في نحو الخامسة عشر من عمره فاجأه قرب خزانة الكتب يقرأ عنوين المؤلفات من خلال زجاجة الخزانة كان فيودور بافلوفيتش يملك عددا كبيرا من الكتب كان يملك نحو مئة كتاب ولكن أحدا لم يره قارئا في يوم من الأيام وسرعان ما بادر فيودور بافلوفيتش فأعطى الفتى مفاتيح الخزانة خزانة الكتب قائلا له اقرأ ما يحل لك أن تقرأه وستكون بعد اليوم أمين مكتبتي ذلك خير من التسكع في فناء المنزل تناول كتاب المجلس اسمع خذ هذا الكتاب أولا ومد فيودور بافلوفيتش إليه كتاب سهرات في المسرعة قرب دي كانكا قرأ الفتى الكتاب ولكن لم يظهر عليه أنه فتتنابح حتى إنه لم يبتسم مرة واحدة أثناء قراءته بل إنه قطب حين فرغا منها سأله فيودور بافلوفيتش هيه كتاب المضحك أليس كذلك فسمت سمير دياكوف ولم يجب بشيء فألحى فيودور بافلوفيتش قائلا هل لا أجبت يا أهبل فتأتى سمير دياكوف يقوله ويطلق ضحكة صغيرة هذا كله أكاديب أمور لم تحدث شيطان يأخذك نفس الخادم طيب خذ اقرأ إذن التاريخ العام من تأليف سمارا قدوف ستجدها هنا أحداثا صادقة اقرأ ولكن سمير دياكوف لم يصل من الكتاب حتى إلى صفحته العاشرة فقد رأاه مملا وعيد إغلاق المكتبة وبعد ذلك بقليل نقل جريغوري ومارفا إلى بيو فيودوروفيتش أن الصبي أصبح يقف من الطعام موقفا فيه حساسية شديدة وتأدي كبير يتفاقمان يوما بعد يوم أصبح عين يجلس إلى المائدة لتناول الحساء يمسك الملعقة فيأخذ يقلب بها الحساء مرة بعد مرة فاحسا مدققا ويميل على الطبق فينعم النظر فيه طويلا ثم يملأ ملعقة ويمضي بها نحو الضوء تأملها مليا فكان جريغوري يسأله هل وجدت في الحساء خنفستة؟ وتضيف مارفا ساخرة أم لعلك وجدت فيه ذبابة ولكن الفتى العيوف المحب للنظافة لم يجب بشيء أبدا وقد تصرف هذا التصرف نفسه إزاء جميع أنواع الطعام سواء أن كان خبزا أم لحما أم غير ذلك إنه يرفع شوكته فيأخذ ينعم النظر في اللقمة طويلا قبل أن يأكلها كأنما هو يفحصها بميكروسكوب ويظل يتردد برهة طويلة إلى أن يعزم أمره فجأة فيضعها في فمه فكان جريغوري ينظر إليه فيهمهم قائلا إنه يعد نفسه سيدا من السادة فلما أبلغ في ضر بافلوفيش بخصلة سمير دياكوف الجديد هذه قرر فورا أن الفتى يصلح أن يصبح طاهيا فأرسله إلى موسكو لتعلم فيها المهنة قضى سمير دياكوف عدة سنين يتعلم الطهي في موسكو ثم عاد منها وقد تغيرت سحنته تغينا كبيرا لقد دبت فيه الشيخوخة على نحو غريب فتغضن وجهه تغضنا لا يتفق وسنه واصفر وأصبح شبيها بخصي أما من الناحية النفسية فإنه لم يكد يتغير فهو ما يزال كما كان من قبل متوحشا لا يشعر بحاجة إلى أن يعيش في صحبة الناس وقد لبث في موسكو كما عرف ذلك فيما بعد كثير الصمت أيضا ولم تشغفه المدينة الكبيرة كثيرا ولم يعرف منها إلا أماكن قليلة ظل يجهلها كل ما عادها وقد شهد في ذاته مرة حفلة تمثيلية فلم تخرجه لهذه الحفلة عن صمته المطبخ ولا أبدلت استياءه رضا غير أنه في مقابل ذلك قد عاد إلينا من موسكو شديد العناية بهندامه فهو يرتدي ثيابا أنيقة ومنابس داخلية نظيفة جدا وهو ينظف ثيابه بالفرشات مرتين في اليوم على الأقل وهو يجد لدة خاصة في أن يدهن حذاءه الأنيقين حذاءه الأنيقين المصنوعين من جلد العجل بدهن إنجليزي خاصة ثم ما يزال يفركوا أفركهما إلى أن تلمع لمعانا مرآه وبرهن سيمير دياكوف على أنه طاه عظيم وحدد فيودور بافلوفيتش أجرا معلوما فكان ينفق كل أجره تقريبا في اقتناء الملابس وشراء العطور وما إلى ذلك وكان يبدو مع ذلك أنه يحتقن النساء احتقاره للرجال فهو يعاملهن برصانة حتى لك أن وصولهن إليه مستحل ولقد دهش فيودور بافلوفيتش من هذه الظاهرة وخذ ينظر إليها نظرة خاصة لأن له رأيه في هذا الموضوع ذلك أن نوبات الصرع قد اشتدت وتكاثرت في ذلك الأول حتى أن مارفا إغناتيفنا اضطرت أن تقرر إعداد وجبات طعام بنفسها في تلك الأيام وذلك أمر لم يهتم به فيودور بافلوفيتش وإنما كان يقول للطاه الجديد في بعض الأحيان هو التفرس في وجهه وانظر إليه نظرة اشتباه إنني أتساءل لماذا تتكاثر عليك نوبات الصرع أفلا يكون من المستحسن أن تتزوج هل تريد أن أجد لك زوجه ولكن سيمير دياكوف لا يجيب عن هذه الأسئلة ولا يزيد على أن يصفر وجهه حزنا وحسرة فينصرف عند فيودور بافلوفيتش عندئذ محركا يده بحركة تعبر عن العجزة المهم أن أمانة هذا الخادم لم تكن محل شبهة أو شك كما أمكن أن يقتنع فيودور بافلوفيتش بذلك مرة إلى الأبد فهو لا يمكن أن يسطو على شيء ولا يمكن أن يسرق مولاه يوما إن فيودور بافلوفيتش وقد استبد به السكر في ذات يوم قد أضاع في فناء منزله ثلاثة أوراق نقضية ملونة كان قد قبضها منذ قليل سقطت الأوراق في الوحل ثم لم يفتقدها فيودور بافلوفيتش إلا في الغدات ثم لم يتفقدها فيودور بافلوفيتش إلا في الغدات ولكنه ماء أخذ ينبش جيوبه كلها باحثا عنها حتى لمحها على مكتبه فمن أين جاءت إلى هنا؟ وعرف فيودور بافلوفيتش أن سمر دياكوف قد عتر عليها فحملها إلى مكتب مولاه منذ البارحة قال فيودور بافلوفيتش أنا ذاك لخادمه بلهجة جازمة يمينا ما لقيت في حياة أناسا مثلك ثم أسرع يهدي إليه عشرة روبلات يجب أن نضيف إلى هذا أن فيودور بافلوفيتش لم يكن مقتنعا بأمانة سمر دياكوف فحسب وإنما كان يحبه أيضا لا يدري أحد لماذا رغم أن الفتى كان ينظر إليه نظرة شزراء كنظرته للآخرين ولا يكاد يفتح فامه بكلمة في حضوره يوما وكان الفتى لا يتكلم إلا نادرا على كل حال فلو تساءل متسائل في ذلك الأوان وهو ينظر إلى سمر دياكوف عما لعله يشغل بال الفتى وعن الهموم التي يمكن أن تكون مسيطرة على فكره لم استطع أن يجد لهذا السؤال جوابا ومع ذلك كان يتفق لسمر دياكوف سواء في المنزل أو في الفناء أو في الشارع أن يتوقف على حين فجأة فإذا هو يبدو عليه أن يسترسل في تفكير عميق خلال عشر دقائق أو أكثر وأغلب الظن رغم هذا أنه لو نظر إليه في مثل تلك اللحظات عالم من علماء الفراسة لأدرك من دراسة قسمات وجهه أن ليست أن ليست أمت تفكير أو تأمل من أي نوع وأن الأمر لا يعد أن يكون استسلاما لأحلام عابرة إن هناك لوحة جميلة رسمها الرصام كرامسكوي وجعل عنوانها المتأمل الحالم إن اللوحة تمثل غابة في فصل الشتاء وقد وقف على الممر الذي يقطعها فلاح يرتدي قفطان ممزقا وينتعل خفين باليين فهو في عزلة تامة لقد ضل الفلاح طريقه هناك فهو يبدو في هذه الخلوة الكاملة مسترسلا في التأمل والحق أن الرجل يتأمل وإنما هو غارق في أحلام غامضة فلو لكزه أحد بكوعه في تلك اللحظة لن تفض فجأة كأنه يستيقظ من حلم ناظرا حوله لا يفهم شيئا مما جرى له وسلعان ما يثوب إلى رجدي فلو سألته في تلك اللحظة عما كان يفكر فيه لم استطاع أن يجيبك بشيء ولكن لا شك في أنه سيظل محتفظا في قرارة نفسه بالمشاعر التي تجمعت له أثناء استرساله ذاك في أحلامه ولي مشاعر عزيزة عليه جمعها في نفسه طوال حياته على نحو لا يدركه بل ولا يشعر به ولا يدري طبعا لماذا يفعل ذلك وأن هذه المشاعر التي تراكمت في نفسه خلال السنين أن تدفعه ذات يوم إلى أن يهجر كل شيء على حين فجأة فيمضي إلى القدس حاجا ينشد الخلاص أو تدفعه لا تدري لماذا إلى أن يشعل النار في قريته فيحرقها وقد يفعل الأمرين كليهما إن هؤلاء الحالمين كثر في شعبنا ولا شك أن سمر دياكوف واحد منهم فهو يراكم في نفسه مشاعر فوق مشاعر مندفعا إلى ذلك في حماسة وحمية دون أن يعرف بعد لماذا يفعل ذلك إذن انتهيت من قراءة الفصل الخامس وكذلك الفصل السادس من الباب الثالث من الجزء الأول من رواية الإخوة كارم رزوف إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة سأواصل القراءة بإذن الله سأواصل القراءة